الزهد في الحقيقة ليس فيما يظهر للناس حتى العبادة فأنت ترى بعض الناس يعني حتى يحفظ عن بعض السلف أنه ما رآه أحد يصلي وهو دائما كان محافظ عن الصلاة هذه العبادة الحقيقية فهمت؟ يعني يظهر للناس أنه لا يقوم الليل ما يقوله يقول أنا أمس قمت الليل لا خفية فأنت تشعر أنه إنسان طبيعي مثل بقية الناس لكن هو في الحقيقة يعني يتصدق بأكثر ما لديه من مال لكن في الحقيقة يمكن أن يكون حتى يحفظ عن بعض السلفة يساعدهم أو يزور المرضى دون يعرف به أحد اما الزهد اما الزهد في ما لا يظهر للنس لأن الظهر يظهر الناس يعني يكذبوا وقالوا نحن الزهد نعم يلبسوا في الصيف السوف نعم وقالوا نحن الزهد نعم لا وقالوا نحن الزهد مثلا حسن البصري عبد الله بن المبارك الإمام أحمد الزهد أعلى الزهد بعد الصحابة في هؤلاء الثلاثة نعم 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 وقالوا نحن الزهد نعم جميع يبقى نعم نعم شكرا